جزيرة في شمال البحر الأدريتيكي تتجه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري فيما يقول خبراء البيئة إنه مثال للبحر المتوسط في التحول إلى الطاقة الخضراء والمستدامة وقبل عدة سنوات طلب خبراء البيئة المحليون إجراء دراسة جدوى من ألمانيا أظهرت إمكانية أن تصبح جزيرة كيرك معتمدة على نفسها في موارد الطاقة مستقبلا ذيران بيرزيتش عضون في جمعية إيكوكفارنر البيئية المحلية قال إن الدراسة أظهرت لهم كيف يمكن للجزيرة أن تقوم بتوليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتلبي احتياجاتها وتصبح خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 وقال بيرزيتش إن الجهود مستمرة بلا توقف مضيفا أن هناك إجماعا في الجزيرة على تحقيق هذا الهدف وتنتج الجزيرة حاليا 10% من هدفها الإجمالي من الطاقة الشمسية إلا أن عدد المحطات الصغيرة الجديدة للطاقة الشمسية يتنامى بمعدل يصل إلى نحو 100 محطة كل عام ولا ينظر إلى تمويل الفكرة على أنها عقبة لتنفيذها إذ ستأتي الأموال من ميزانيات البلديات ومن الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى استثمارات سكان الجزيرة والشركات الموجودة فيها فعلى سبيل المثال جرى تركيب ألواح شمسية في محطة فرز النفايات في الجزيرة عام 2012 في تأكيد على أن الشركة القائمة على الموقع تعمل فعليا على التحول نحو الطاقة المتجددة كما يدعم قطاع السياحة في الجزيرة حملة الطاقة الصديقة للبيئة ويعتبرها فرصة للترويج للجزيرة كمقصد سياحي بيئي وقال النيدو بنزيتش عضو الجمعية السياحية المحلية إن المزيد والمزيد من السائحين بدأوا يهتمون بالبحث عن المقومات الصديقة للبيئة في أماكن قضاء العطلات لذا أصبحت فكرة الحياد الكربوني والاستقلال في موارد الطاقة نقاط ترويج جيدة لقطاع السياحة ما يضيف للفوائد الاقتصادية التي تعود بالنفع على سكان الجزيرة ترجمة نانسي قنقر